الدولة تكفل للطفل الضمان الاجتماعي والصحي والعيش في حياة حرة كريمة تؤمن له الدخل المناسب والسكن الملائم هذه ليست أحلاما وردية يتمناها المواطن العراقي بل هي مادة موجودة في الدستور الذي أقر بعد عام 2003 في محافظة القادسية زادت ظاهرة تسول أطفال ألقت الظروف بهم بين السيارات والإشارات المرورية والمقاهي وأصبحت تنحى منحا خطيرا باعتبار أن الأطفال المتسولين أكثروا عرضة للإنحراف من غيرهم من خلال إبتعادهم عن الدور الرقابي للأسرة والمدرسة هذه المكافحة ما خلصاني معدها هاي يرقضون ورانا نحنا هنا طالعين على بابا بلن بيقالت نحن صور الروح حسنا هم يرقضون ورانا هم تجاوز للعروبة اللي هناك يرقضوا ورانا بيقود كلا كتلوها ما خلقوا واحد ما كتلو العراق الذي كان من الدول المنظمة الاتفاقية حقوق الطفل يعجز اليوم عن إقرار قانون يحمي الطفل من التسول حيث أن أغلب الأطفال المتسولين يجري استغلالهم من قبل عصابات وسماسرة لديهم علاقات تحميهم بحسب العديد من الباحثين الاجتماعيين ظاهرة سلبية طبعا هاي تهدب الأطفال هاي الصغار الناشئين إلى يعني موضوع خطري جاز يكون أنه ينحرف حتى للإرهاب أو مثلا ينحرف مساء غير أخلاقية أو جاز مثلا يكون ضحية مجتمع يعني مثال هاي الكوفيات اللي يتمتلع حاليا بالمخدرات والمواد المخدرة أو المشروبات الكعولية أعتقد ظاهرة تسول لدى الكثير من الطلبة هي ظاهرة غير حضارية تنم عن عدم متابعة أولياء الأمور بالإضافة إلى أنه يأتي بالخطر المستقبل لهؤلاء ضعف الأداء الحكومي لكثير من الدوائر وانتشال هذه العوائل من واقعها المريض إلى واقع أفضل لذلك يوجب على العوائل بأنه تخرج أولادها وأبنائها وبناتها في الشوارع لبيع مادة الكلينيس أو تنظيف الزجاج السيارات ففي العراق طفل من بين كل أربعة أطفال يعيشون في فقر متقع فيما يحتاج أربعة ملايين طفل للمساعدة بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيفة في بلد ينتج ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا ويأب الفاسدون في العراق منذ 15 عاما إلا أن يجعلوه يحتل المراكز الأولى في الفساد والسرقة والمراكز الدنيا في احترام حقوق الطفل والمرأة في الإحصاءات العالمية الرسمية ترجمة نانسي قنقر